ايه رأيك في الحكاية بتاع اتحاد الكرة وكيلوش في الكم يوم اللي فاتوا دول؟ مصرحية. مصرحية. اه والله مصرحية. مصرحية والله. واضحك والله. واللي اتظلم فيها كابتنهاب. اللي اتظلم فيها كابتنهاب. انت يا كابتنهاب لا لحق. ما لحش اتمر انت برنتين على بعض. رأيه لها بموتشين ايا كان الموتشين. اصبر. اش ميعنى بتيجي على المصري. مع العلم ان الراجل ده راجل مقتهد وبشتغل بشكل كويس. ايا كانت بقى. ايا كانت اخفقته حتى في الدورة للمصر. حتى لو اخفق مع الزمالك اخفق مع برا منس ايا كان. بس انت اللي اخترت. صح. وانت عارف ان هو مضارب كويس. تتحمل المسؤولية؟ تتحمل المسؤولية ولازم تزبر. ايا مش بالسرعة. ومش ان هو كسب ماتش وخسر ماتش وخالص. انا قلت لو جبنا مضارب اجنابي وخسر ماتشين هنعمل في ايه؟ هتقعده. اه. هتقعده والله. مش تقدر. احنا بنبص بس الدولار بيبقى حلو شو. تبس اسألك سؤال. اسألك سؤال. دلوقتي لو احنا جبنا مدير فن المنتخم مصر وقالك هنعمل مشروع بس تزبره علي خمس ست سنين. اتمنى والله. انت تتمنى? اه والله. اه. تتفتكر الجماهير تقبل? تحدي الكورة يقبل? اه. يعني لو جي مسلا واحد قال لك ايه ما حدش تسألني على بطولة. كم انت صبر هو. اللي خلاك تصبر الفترات دي كلها. ما كنت صبر لا انت الفترات دي كنت صبر. انت الفترات دي كلها جاي كل شوية بتغير المدربين عشان عايزهم يكسبوا بطولة. انت بتكلمني في جزية الجماهير. ام. انا كصاحب مشروع عشان اكسب محتاج الصبر. صح. مفيش مشروع هفتحه. عارف ان انا بعد يوم او اتنين هيطلع لي مسلا المشروع بالاعراضات او بالفوايد بتاعها. لازم هزبره عالمدى البعيد هيجيب اللي انا عايزه. فده مشروع انت بتعمله. فاكيد بعد ما هتزبر عليه هيجيب لك المستهدف بتاعها. وتتحمل المقاسي والتعب اللي هتدعهم الفتر دي. لازم تزبر. لازم تزبر عشان توصل للي انت عايزه. صحيح. اللي هترجع بها تقول لي انا اصلا انا مضغوط جماهيريا او الناس بتهاجمني او اعلام او 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 لا ده انت المفروض كلها كمنظومة. من اتحاد كورة. مم. لمدربين الاعلاميين. مم. الناس فعلا مساندة للمنظومة كلها. بتبدأ تساند المشروع ده. مم. لولنو المصلحة العامة. صح. انما انت هتلاقي حد بيهاجم. مم. ايه في الودك? خلاص انت بتعمل حاجة كويسة. مم. يا تقدر وتمشي مع اهل ناوي تكملها. اما ما تعملهاش. مم. ما نفضل في الوضع اللي احنا فيه ده. مم. انا بقول لك الموضوع صعب. صعب جد والله. لا.